مشي ماشي يا أساطير مرميشون رائعين شوفوا اليوم جايبين لكم مقطع جديد مش موجود بورع مكان بشكل جديد ومحتوى جديد يعني كمية الجهد والشغل والمحاولة بالمقطع كبيرة كتير لهيك لو ما وصل المقطع لمية ألف مشاهدة وخمسين ألف لايك وسبعين ألف تعليق ما رح نحكي معكم للسنة الجاي وليتس جو عندما كنتوا في الظلام تهمتوا صوتا ما من مكان ما لقد قادني ذلك الصوت وعندما فتحت عيناي تذكرت مهلا اللحظة من هؤلاء ولماذا أستلقي في مكان كهذا أوه صحيح لقد صدمتني سيارة لا تقول لي أنني لازلت على قيد الحياة ما خطب هذا الجسد إنه صغير جدا لا تخبرني أنني قد ميت صحيح لقد ولدت من جديد كما احتفظت أيضا بذكريات حياة السابقة في الماضي لقد ميت بسبب حادث كنت أعمل كمصاممة في منتصف العشرين من عمري تخرس مؤخرا من الجامع وميت بسبب حادث سيارة المكان الذي فتحت عيناي فيه كانت إمبراطورية بيرهن لقد أصبحت طفلات لا تستطيع سيطرات على ذراعها وساقيها وشهدت فترة صعبة في النمو والآن أنا بالفعل في السابعة عشر من عمري لقد كبرت لأصبح فتاة زميلة جدا واسمي هو أديلات شامال باربون أنا الإبنة الصغرى من عائلتي باربون وهذا هو الإسم الذي أعطي إليه في حياة الجديدة حسنا حياتي هذه المرة ليست سيئة لكن ما الذي يجب علي فعله لأن الإبنة عائلتي النبيلة ففي النهاية ليس هناك خيار بالنسبة لي إلا أن أكون متزوجة من شخص ما آه لا أريد ذلك هذا ليس منطعا على الإطلاق إذا كان لابد لي من التناسخ على الأقل أعطي بعض من القوى السحرية ومع ذلك في يوم من الأيام تم عفائي من حياة المملة بفضل بعض الأقبار الصادمة لقد سمع أن هناك مرأة ما مع عين وشعر ثوداء تظهر من بحيرة القلعة شخص ما يستطيع عبر الأبعاد هذا رائع يجب علي مقابلتها أنا بحاجة للذهب إلى العاطمة إذا كنت أريد أن ألتقيها هل هناك شيء ما ينتظرني في العاطمة؟ جلست مع بعض الفتيات من عائلتي النبيلة حيث كان كل ما يتحدث عنه هو الثوب أنيق فخر وأخر صيحات الموضة ثم لاحظت تلك الفتاة بالشعر الثهبي انزعاجي من الحديث لذا حاولت استفزازي بكلامي فقد أن الشعرها يبدو ذهبيا ولكن بالطبع إن انتقلت إلى العاطمة بالتأكيد سوف ألتقي بالأشخاص الذين يصبوا التحدث معهم كانت تتفاخر بشعرها الذهبي الذي تمتلكه وكأنها آخر حبة ثم بدأت تتحدث خصيصا عن دوقي ألياس الذي يترأس إدارة السفارة يبدو بأن سيد ألياس قد وقع بالحب مع إحداهنا بالفعل تنقلت الأخبار بأن هناك فتاة بشعر أسود ظهرت من خلف البحيرة وهي من وقع السيد ألياس بحبها ولكن الحقيقة هي بأن تلك الفتاة تحاول فقط مضايقة الدوق لأنها وقعت بحبه فقط سمعت الفتاة الحديث وقلنا أن هنا ثمانا بأنها ستحضر إلى المأذبة مع الدوق احتفال خاص بأبناء العوائل النبيلة الذي يشير إلى النوج وبعد أن تمت كل تلك الأخبار شعرت بالسعادة لأن تلك الفتاة هي التي تعبر الأبعاد وتضح أنه تم التجزيدي في عالم الخيال شعرت الفتاة بأنني سعيدة وتسعرنا عن الأمر وتحشجت بأن رأسي أولمني كي أعود إلى المدينة أعتقت بأن الحياة غير قابلة للتنبؤ ما الذي يجعل الناس القادمين من كوريا يحبونني إن كان هذا صحيحا فهو أمر لا يصدق دخلت علي الخادمة فجأة ولكنني لم ألاحظ ريتا متى جئت إلى هنا ولما لم تصدر أي تصوت أخبرتني بأنها قد قادمت لتاو ولم تفعل أي شيء لأنها شعرت بسعادتي وأخبرتها لاحقا بأننا سنستعد لتسوقي غدا عندما خرجنا سوية جلست في المقهى وأنا أحتس الشعب وسألتني ريتا إن ما كنت أرغب بالتسوق ولكنني أخبرتها بأنني أتسوق في عيني وسألتني ماذا تعني هذه الكلمة التسوق العيني بالطبع لا يوجد في عالم كهذا ولكن بالنسبة لي كنت ألاحظ ملابس الأغنية وأنا أخاطط للتصميم مجددا وعندما عدت إلى المنزل اقترحت على وليدي الفكرة صدمة بالضابة لأن النقود غير كافية بسبب تكلفة أكاديمياتي إخوتي لذلك اقترحت عليهم بأن أذهب وأبقى في منزل العامة في العاصمة ولكن والدي أصار بأنه سعي جذري مكانا لإقابتي وعتذر مني لأنه لا يستطيع تجهيز احتفال نتجن بشكل جيد لمرة واحدة في حياتي أبي حنون للغاية على الرغم من أنه التفاجأ بالقصة التي أخبرته بها إلا أنه أعطاني الإذن بسهولة سألتني ريتا بعدها عن المقهى الذي كنا يتحدثون عنه النساء كنت قد خطأت في حال لم ينجح زواجي لفتح مقام بالنقود التي جمعتها ولكن أخبرتني ريتا بأن أمي تبحثني عن زوجا جيد بشكل خاص وقلت في عقلي لابد أن أمي ستدعني وشأني إن لم تجد زوجا جيدا لاحقا قررنا الذهاب لتبطع من أجل مكينة خياطة وبعض الفساتين من أجل الاحتفال صلبت عشر قطاع من ثوب الاحتفال وثلاثة من ثوب الإجازة وخمسة لحفلات الشاي وقررت بيع الفساتين التي أمتلكها ولا أستخدمها عندما عدت إلى المنزل تحدثت مع ربتي المنزل واعتذرت منها بسبب الجلب ووعدت أبر أحضر لها عادية أو أصنع بعض الثياب لفتاياتها وبعد شهر واحد كنت قد استعدت للسفار وكان والدي قلقا بسبب الرحلات الطويلة ولكنني لم أرد أن أسبب له المتعب والتكاليف الغالية لذا أخبرته بأنني أفضل المسج والاستمتعب المنظر عوضا عن انتطاع الخيل سيأتي اليوم الذي أذهب به إلى المكان الذي يريده قلبي عليها فقط أن أفضل ما بوسعي سافرت مع أمي وريتا الرحلة كانت جيدة ولكن كان الطعام قليلا ووافقتني أم الرأي اقترحت ريتا بأن تحضر بعد الحلويات والخبز من القرية التي وصلنا إليها في الظاهرة ولكن لم تنجب الفكرة أمي قائلة بأننا من عائلته النبيلة أما بالنسبة للدق إلياس فقد فتحت حقيقان بسبب تلك المرأة التي ظهرت فجأة من الواضح أن تلك المرأة التي ظهرت فجأة تمتلك قوة مقدسة تم تقدم كدليل أولي للعظمة منذ الإشعار الأول والطريقة التي سيستخدمونها لاستعادة القوات منها ستكون عن طريق المعبد المقدس بعد أن فازت الإمبراطورية قبل أربعمائة سنة قد خسروا نفوذهم ولذلك فهم لا يرغبون أن يفقدوا الفرصة بالحصول على القوات هذه المرة وتسأل خادم الدوق كيف لمرأة وقحة مثلها أن تكون امرأة مقدسة أما بالنسبة لدوق إلياس فلم يكن يستطيع فعل أي شيء في المنزل بسبب وجودها الدائم لديه وأخيرا وصلنا إلى منزل العمة روزيليا وكان المكان مذهلا ومختلفا تماما رحبت بنا العمة روزيليا وقابلت لأولي مرة ابنة عمي لاليسا هيلان التي طالبت مني مناداتها بليسا وكان بإمكاني الشعور بالثقة وذكاء وشجعة منها إذن هذه هي العائلة النبيلة من الطبقة العليا جلست مع ليتا وسألتها إنما كانت قد قابلت القديسة التي ظهرت الإشاعة عنها وقالت بأنها قابلتها وتم إطلاق اسم سوزان عليها لأن اسم القديسة ليس رسميا بعض سألتها إنما كانت جميلة جدا كما تقول الإشاعة وأخبرتني أنها في سن الثمينة عشر ولا بأس بها لاحقا أخبرتني بأنها تعيش في منزل الدوق وسألتها عن الإشاعات التي تقول بأن دوق إلياس لا يريد الذهاب إلى الجيش لأنه وقع بالحب معها ضحقت ليسا كثيرا وأخبرتني أن الدوق هو رئيس إدارة الإمبراطورية ولذلك لا يملك أي سبب لدخول الجيش ولكن شائعة وجود علاقة خاصة بين الدوق وزوزان هي شائعة صحيحة لأنها تقيم في منزله سألت عن الدوق إلياس وأخبرتني بأنه شاب وتيب جدا وأن ترتيبه هو الحدي عشر أو الثاني عشر للعرش وقارنت بين زلالة الأمير والإلعاد الذي يمتلك حضورا ومظهرا جميلا وفاخرا والدوق الشخص البارد المشهور بسبب هدوئه ومن ثم جاء الزوج عمتي وكنت مهتمة جدا لأظهر بمظهر حسن ولكن كان الجو باردا جدا ومتوترا وغريبا للغاية وبعد أن حل أخبرتني ليسا بأن هذه حالة مع الجميع جلست مع ليسا وتحدثنا لوقت طويلا عن فساتيننا وأثوابنا التي سنرتديها ومن ثم ذهبت لأحضر بعض الحلوى من المدر المشهور جدا عندها رأيت شابا وتيما للغاية وطويلا جدا ظننته محذرا بشأنه والحلوى التي سيريد طلبه ولذلك تقدمت إليه ولأول مرة أرى عيونا بلون أرجواني وبدأ وتيما جدا بالنظر إليه شعرت بأنه جديد على المكان اقتربت منه وصالته عما كان يريد اختيار الكعك واقترحت بأنني سأساعده بالاختيار بتردد أجاب نعم وكلما اقتربت منه صارت أنه وسيم أكثر اقترحت عليه الكعكة الاسفنجية اقترحت عليه بعض أنواع أخرى وكان سعيدا جدا بالرغم من وجهه البارد وكهدية شوك قام بالدفع عني لاحقا قدمت له برشورة وأخبرته إذا كنت تشعر بثوبة اختيار الكعك فلت اشتري هذا ولكن شكل وجهه وملامحه تغيرت واهتذر مني وغادر تسألت إذا ما كنت اقتربت خطأ عندما عدت لعقابي لاليسا أخبرتني بنادوق إليس في العاصمة ومن ثم قارت بأنه أتى لشراء هدية الكعك وعندما أشارت إليه شعرت بالصدمة لقد كانت شابة لتسعته للسو توقعت بأنه كان يختار للأنسة سوزان لكن لاليسا عرضتني وأخبرتني بأن لوكاس مستعد الدوق ينفي الإشارة عن وجود أي علاقة بين الدوق والأنسة سوزان والحقيقة بأن الدوق إليس كان قد أتى لاختيار الكعك لأخيه الأكبر ظهرت السعادة على وجه ولي العاد عندما ترى وراء الكعك أما بالنسبة لدوق إليس فكان يفكر بأزال لقد عملته وكانه شخص عادي وهذا جعله يشعر بالسعادة ثم تحدث إليس بجلية مع ولي العام بعد الاحتفال سيتم اكتشاف إذا ما كانت تلك المرأة تمتلك حقا أي قوة مقدسة وبينما كان يتحدثان عن الشائعات عن علاقة إليس بسوزان وأنا المستفيدة من إشارة كتلك انتصم الأمير ابتسامة لم يشعر إليس برحتي لها وقال أعرف طريقة لإيقاف تلك الساحرة سيتوجب عليك الزواج أو الوثور على حبيبة بسرعة شعر إليس بالانزعاج وقرر بأن يغادر ولكن قال ولي العاد فكرة جيدة إن كان إليس يمتلك خطيبة فلا تكون هناك أي منزل من الإشاعات ولن يتورد مع إمرأة أخرى وحتى لو كانت موجودة في منزله ستبقى مجرد ضيفة ونصحه بأن يجد أنسة جيدة في الاحتفال حتى تصبح شريكة ولكن ما كان يدور بعقل إليس هو أن الأفضل بأن يبحث عن طريقات لقتل أولئك المجرمين الذين يهددون حياة السوزان دون معرفة أي أحد وأخيرا حان وقت الاحتفال ولبست سوزان ملابسة جميلة ومن ثم ظهر شخص ما فجأة أمامها شعرت بالخوف وسألته عن اسمه وقال بأن اسمه ماتياس أندريا أندريا هي عائلة ماركينز النبيلة وملكة هذه البلدة تسألت سوزان عن السبب الذي جعله يأتي إلى هنا ولكن ماتياس أخبرها بأنه سيساعدها لتصبح زوجة الدوق إليس مقابل خدمة ما إذا ما تعينت اليوم وأخيرا حان وقت الاحتفال وكان ولي العاد يحاول مضايقتها إليس بالبحث عن عروسة لا وفجأة دخلت أديل الحفلة وجلست على الشرفة وخلعت كعبه ولكن الذي لم تكن تعرفه أديل بأن الأمير وأليس كان يراقبانها عبد الباب ومن طريقة تصرفها لم يستطع الأمير تماسك عن نفسه وضحك بصوت منخفت ولحقه إليس شعرت أديل بأن أخذ ما يراقبها وبعد أن تفعلك عصبهما قرر الأمير أذهب إليها وتحدث معه وفعلا دخل الأمير إليها وتحدث معها واقترح عليها بأن تطبع إلى غرفة استراحته الخاصة كي ترتاح قليلا ولكن شعرت أديل بأن هناك خدعة ما وكانت على حق أخبرها الأمير بأنه يمتلك صديقا خجولا وجبانا ومضت فترة طويلة منذ أن شرك باحتفال كهذا ولذلك طلب منها دعوته إلى الرقص معها وفجأة ندها على إليس وطلب منه الخروج صدمت أديل عند وراءته وحاولت تذكيره بنفسها عندما تقت به في مدير الكعك تشكرها مرة أخرى على مساعدتها له وأخبرت أديل القصة للأمير فازداد عجب الأمير بها وطلب منها دعوته بالسيد نيكولاس وصرحتهم أديل بأنها قد ظنت بأن تلك الحلوة كانت لسوزان وشعر إليس بالسياء مجددا من تلك الشائعات وقرر نيكولاس بعدها تعريفها بأنه ولي العاد وشعرت بالصدمة تماما عند معلمات أديل بأنها تقف أمام الأمير شعرت بالحرج واتذرت منه على الفور أتفى لم تقوم بتكبيل وسجن صح؟ قال أليس بأن الأمير ليس من هذا النوع ولكن الجوابها كان مضحكا وغريبا للغير لأنها سألت لو سيسمح لها بأخذ غرفة الاستراحة كما بعدها ضحك الاثنان بشدة وأخذها الأمير إلى غرفته وفورا شعرت بالراحة والسعادة والدهشة شعر أليس بالخوف من أديل التي لا تخاف أحدا ولكنها تابعت أسئلتها الغريبة وقالت أن يأتي الشخص الذي أسمع سوزان بهذا الاسم في الحقيقة أتيت كل هذا الطريق لرؤيتها ضدم الأمير وسأرع عن السبب فأخبرته بأنها معجبة بفتاة ظهرت من مكان بعيد آخر إلى هنا ثم التفتت إلى أليس وقالت دون خجل لابد أنك تعذب الأنسة سوزان بتصرفتك البريدات الخجولة أثرت غضب أليس فالتفت إليها وقال لآخر مرة سأقول هذه الكلمات أنا لست خجولا أو باردا ولا أحب على الإطلاق ولست مخطوبة أو واقعا في الحب مع أحد وأيضه الأمير بكلامه اتغربت أدال وثألت لما أليس عليها أن تحب أول شخص تقابله بأعجاب قال إلياس ومن ذا الذي وضع القواعد هذه أنت مخيفة ولكن الحقيقة أن أدال تعتقد ذلك بسبب الرواية الروبنسية التي تقرأها عمل الأمير بعدها تهدئة إلياس أصيبت أدال بالإحباط وسألت إن كان بإمكانها رؤيتها إذن في حفلة المرازم أو حفلة الزفافي ليسا ولكن هناك مشكلة بسيطة ليسا وخطيبها لا يحبان سوزان أيضا بفضول سأل إلياس عن اسم خاطبها فقالت لوكاس وعندها شعر كلاهما بالصدمة لأن لوكاس هو مساعدهما في الحقيقة هو مساعد إلياس ولكن الأمير سرقه وأجبره على العمل عنده وبينما كان هي تشاجران شعرت بأنهما يشبهاني توم وجاري ودون أن تلاحظ قالت بأنها تحب توم أكثر ولكن الأمير لديه خطط شديرة لطيفة اقترح على أديل أن تذهب لمنزل ألياس كي تقابل سوزان يبدو أنه يسعى لتزوجهما صدم ألياس عندما نتقى الأمير بهذه الكلمات لأنه علم خططة لكن الأمير تاب وأخبر أديل بأن ألياس يعاني في بيته ويحتاج مصاعدة ليتخلص من تلك الأفعال وأنها ستكون المحربة المغوار التي ستغرج ألياس شعرت أديل بالسعادة ووافقت على الفور ولكنها اكتشفت أن الأميرة لم يكن يطلب بل يجبرها كطاويد له عن السمح بإقامتها في الغرفة وطلب منها الرقصة مع ألياس أيضاً وعندما رأت والدات أديل أديل ترقص مع شبه وسيل تعالت أبناءها الشباب الذين يدرسون هنا وشعروا بالصدمة لأن ألياس لا يرقص أبداً وشعران ألياس وقع بالحب مع أديل وكان الجميع في صدمة يراقبون بتعجب وشعر كلاهما بأنهما قد وقع في مأذق بسبب تلك الرقصة وعندما انتهت أديل من الرقص حياته وعدت لأمها التي كانت مذهولة وسألتها كيف انتهى الأمر بها بالرقص معه فأخبرتها أديل القصة أما بالنسبة للأمير فسأل ألياس عن رأيه بأديل وقال عنها لطيفة ولكنه لا يعرف إذا كان سيستطيع أن يكون معها لنكتشف أن ألياس يشعر بتقزز من النساء بسبب امرأة اللحقة وجعلته يغرأ حياته وتلك السيدات لم تكن أيتها أحد بل كانت زوجة أبيه المريضة التي قابلته عندما كان في الخامسة عشر من عمره ووقعت في حبه وكارهت واليده بسبب حبها لألياس وحتى أنها حاولت قتل والده في السمع وفشلت وفي المرأة الثانية مات كلاهما في حادث على الأرجح وهي تحاول قتله ولذلك قرر إلياس قرر مجنونا سيخطب أديل ولكنه لن يتزوجه وسيستخدمها فقط كي يحاول تخلص من مشاعر الغبية حول النساء ثم سيطلقها ويهديها منزلا ضخما وبعض المالكة يعوضها شعر الأمير بالإثارة وسأله عن طريقة التي سيتقدم لها فأخبره إلياس بأنه قد دعاه إلى القاسر وسيلاحظ تصرفاتها في ذلك اليوم وبناء عليه سيقرر يزداد حماس الأمير ويخبره بأنه سيأتي معه أيضا كي يستقبلها ويحييها وفعلا بعد عدة أيام أرسل إلياس رسالة لأدان وأخبرها بأن القديسة سوزان ستكون موجودة وطالب لقاءها شعرت أدان بالحماس وكانت على وشك الخروج خلصة من المنزل عندما أمسكتها أمها وعندما علمت بمكان ذهبها كادت أن تنهر أدان فتاة صغيرة عزبة وفي هذا المكان قد تظهر الإشعاد عنها بسبب تصارفاتها ولكن أدان اعتذرت وارحلت بسرعة وصلت أدان إلى القتل وشعرت بالرواج من فخامته واستقبلها إلياس وأمسكها يدها وانتقضها مباطنا لقدومها مبكرة لكن الخادم نويل أخبرها بأن الأميرة قد وصل منذ نصف ساعة فشعرت بطمأنينة ألقت تحية عليه وجلست وهي تنتظر سوزان بحماس سألتها معنا وأخبرها إلياس بأنها تحضر نفسها للقاء ومن تحليل الموقف استضعت أدان أن تعرف بأن إلياس يقصد سوزان بالأفع وأنه قد يستخدمه كي يتخلص منها ضحك الأمير وأعجب بأدان أكثر فهي ذكية وجميلة وتبعت أدان الحديث وقالت إذا تريدون مني أن أغازل الدوق خلال وجودها كي تشعر بالغضب وتلاحظ وجود علاقة غير موجودة وتغازل المنزل لكن ألياس قال بأنه يريد أكثر من ذلك صدمت أدان واستفسرت أكثر فأوضح لها أن سوزان فتاة مريبة أكثر مما تتخيل واقترح الأمير أن تتزوج ألياس شعرت أدان بصدمته أكثر وقالت أن الأمر سيسبب لها ولعائلاتها ولألياس العديد من المتعب خصوصا أنها ليست مناسبة لها بسبب وضع عائلتها الاجتماعي لكن ألياس قال بأنه لن يواجه أي مشاكل شعرت أدان بالسعادة وقالت بأن حظها سعيدة ابتسمى لها لكن ضمير ألياس كان يؤنبه بسبب عدم إخبارها الحقيقة بأكملها وهكذا ستبدأ قصة أدان وألياس ومحاولات طرد الأفعى سوزان ولكن كان هناك مفاجأة أكبر حول سوزان في الحقيقة سوزان من عالم الأدات وهي ممثلة مشورة من كوريا تداريو لكن ذات مريا قامت بدار بمسممة أزياء لها وأهانتها بسبب فستان بعد ذلك انتشرت تلك الحادثة وفضح تيريو ولأنها تعلم بأنه سيتم السجنها وإهانتها مع أنها أخيرا وصلت إلى النجومية قررت أن تنعي حياتها ودخلت إلى البحر لثاموت ولكن عبوضا عن ذلك وللصدمة أنها مشت على البحر ووصلت إلى هذا العالم حيث صدمت جميع دم رأوها وأطلق عليها لقب القديسة وتم الاعتراف بها من الجميع فعرت الهيو بالسعادة خصوصا من تقدير الناس لها وقررت أن تتابع هذه الكذبة ولكن إن اكتشف الجميع سرها فستتعاني لذلك قررت أن تصبح زوجة ألياس كي تعيش حياتا مضرفة وظنت بأن ألياس بدأ يقع في حبها لأنه طلب منها أن تأتيت ذوحبة بضيوف وعندما دخلت إلى الصالة لفتت انتباهها أدال فورا وشعرت بالغيرة وسألت ألياس عنها أما بالنسبة لأدال فقالت يا ربي هذه الممثلة ريو صاحبة فضيحة علي أن أتظاهر بأنني لا أعرفها وعندما اختربت من ألياس ودعته باسمه ظهرت أصبيته ثم ذهب إلى أدال وضمها وقال هذه هي حب الحقيقي أدال شعرت سوزان بالصدمة ثم قررت أدال أن تتابع كلامها بسرقة خبيثة ونظرت باحتقار إليها وقالت أنت لا تمتلك ناس مع إلات النبيل لذلك لن أطلق عليك أي لقب وسأضعك بسوزان فقط وهنا بدأ الشجار حاولت سوزان التقليل من أدال وسألت عن عمرها أدال تعلم أن عمر سوزان في الثلاثين لكن سوزان تدعي أنها بعمر الثمينة عشر حاولت أدال إحراجها في الإجابة وقالت أنا في السابعة عشر ولكنك تبدين أكبر من ذلك بكثير فاستغلت سوزان كلامها وقالت أنا أنضج وأجمل منك فخالت أدال في صلب الموضوع وسألتها ماذا ستغدرين المنزل ثمات أنا لديك اختبارا لإذار قواتك ولكن ماذا لو فشلت به أضغطتين للبقاء هنا للأبد باستفزاز أجابت سوزان بالطبع فهذا منزلي لكنها أقعد نفسها في الخطأ فرد الأمير هذا ليس منزلك أبدا وستغدرينه بعد انتهاء اختبار القوة شعرت سوزان بالورطة وحاولت البكاء والتحادث بينهما كيتلين قلوبهم ولكنها علمت بأنهم يحاولون إخراجها فقالت ماذا عن شائعة علاقتنا وأجب إلياس بأنه لن يسمح لشائعة أن تستمر أكثر ولو اضطر سيوضح ذلك أمام النبلاء كي لا تنزعج أدال وأنهى الأمير النقاش وطالب من إلياس وأدال الانجمام لقصره للعشاء دون سوزان ترحت أدال بعدها أن يذهب لمعجراته لورين أولا لإحضار الكعك فعرى إلياس بالخجر عندما دعته أدال حبيبي وانبهر بها وللغرابة أنه لم يشعر بلش مئزة من تقاربها له وبقي الثلاثة يتحدثون مهمين سوزان التي شعرت بالغيرة والغضب والإهمال خصوصا أن إلياس لم ينظر لها بهذا الشكل من قبل وقررت أن لا تتقاه بهذه السهولة وعندما ذهبوا جميعا إلى المتجر لشيراء المجوارات لآدال إعلان الخطوبة كان أخيها أدريا هناك وكان على وشك لطوبة بنوبة عندما أخبرته أدال بأنها ستتزوج الدوق شعر بالانبيار والانهيار فكيف للدوق الذي تحبه كل النساء أن يقع في الحب في أربعة أيام فقط مع أخته رغط عليها لتخبره الحقيقة وأترفت أدال بأنه ستساعده مقابل أن يتزوجه ولم يدر أدريا ما يفعل جاء بعضها الدوق والأمير بخاتم خاصا لأدال هذا الخاتم تم التراقله لأجيال لعيلة الدوق ولذلك فهو يذكره بزوجة أبي ويكره للغاية شعرت أدال بروات الخاتم ووضعته بسرعة في ياتها لكن ألياس لم يصد تتخطي الأمر خالعه من يدها وأخبره بأنه لم يقرر بعد الزواج وأنه سيحضر خاتما آخر شعرت أدال بالحيرة وبالآجاب بسوزان الفتاة التي أوقعت العديد من الرجال بحبها وأقنعتهم بأنها في الثامنة عشرة فقط ولكن لم يعجب أدريا كيف تحدث الدوق مع أخته وشعر بالغضب وقرر منع الزفاف شعر الأمير بتوتر الأجواء فقدم هدية نادرة لأدال بمناسبة الخطوبة وشعرت أدال بالسعادة وأخبرته بأن عليها تهدئة أخيها أولا ثم سيحدثون موعدا للخطوبة وقرر الأمير أن يستالم زمام الأمور أمسك في أدريا وجلس معه وعلم أنه الطالب متميز سيتخرج قريبا ويخضع الاختبار الملكي ولذلك طلب منه أن يكون مساعدة شعر أدريا بتوتر وصدمة وتمنى لو كان أخيه إدموند هنا ووافق على الفأور لأن لا أحد يرفض الأمير وبهذا سيعمل أدريا مساعدا من الغد ولكن للصدمة أن رئيس أسقفة المعبد ليس موجودا وسيستغرق الأمر أسبوعين كاملين ليعود بسبب حادثة غريبة في الموكب والذي سيتم فتح تحقيق به بمجرد عودته ولكن هذا يضع مشكلة كبيرة وهي أسوزا التي لن يمكنهم طاردها حتى أسبوعين وإلا سينظر الجميع إليا على أنهم عائلة غير رحيمة ألقت امرأة واحدة دون منزل ولذلك قررت دالي استغلال هذا الوقت واقترحت إعلان الخطوبة قبل أن يعود رئيس الأساقفة وبذلك ستعيش أدري في المنزل أيضا ولن يستطيع دوق أن يبقى في منزله بوجود امرأتين وبالذلك ستختفي إشعة واحدة وبما أن خبر خطوباته سينتشر فسيعرف الناس أن إشعة علاقته بسوزا مزيفة رحب الجميع بالفكرة وعندما عادت دالي إلى المنزل جاء إدموند بغضب وحس وسألها ما إن كانت الإشعة الصحيحة أجابت دالي بالقبول وصدم إدموند تسال كيف هو فقع أدريان ولكنها أخبرت بأن لا أحد يستطيع إيقافه واقترحت بأن يتدرب كثيرا كي يحصل على وظيفة مشابهة لأخيه شعر إدموند بالخجل والحمد لله لأنه لو أتى إدموند بدلا من أدريان لكان تم إلغاء كل شيء حاولت سوزان التحاري عن الأمر من الصحفي الذي نشر الإشعة الكذبات عنهما وأخبرها بكل ما يعرفه عن أدريان وعندما علمت بأن ابنة عميليزا التي ستتزوج المساعد اقتنات بأن هناك خطة تجري من خلفها وفي اليوم التالي أرسل دقو رسالة لوالدات أدريان يخبرها بأنه سيأتي لديارة اليوم في مناقشة الخصوبة كادت الأم أن تفقيل وعايا ثم استعدت أدريان كي تلقي محاضرة طويلة له وشعرت بالخوف لأنها ليست مفاعدة لهذا بعض بعد أن شرحت أدريان كذباتها لأن الدوق قد وقع في حبها وهي كذلك سألت الأم عن سوزا والإشعار وشعرت بأن الدوق سيستخدم ابنتها لتخلص منها نفت أدريان بالطبع ولكنها أجبت بذكاء أمها وتبعت الأم بأنهم لن يوافقوا على هذه الخطوبة من خوفها على ابنتها لكن أدريان أخبرتها بأنها أرسلت رسالة لأبيها تخبره بها عن الخطوبة وطلبت منه الخدوم وشعرت الأم بالخيبة ولكن بسبب إصرار أدريان قررت الخدوعة والموافقة وصل السيد إلياس وتم استدعوهم لاستقفاله أوضحت الأم مخاوفها بعد كلام إلياس وأخبرته بأنه لا تنشبه فكرة الخطوبة السريعة دون تجيزات فأوضحت ذوق بأن الأميرة سيحضر كل شيء لأنه متحمس للغاية ويشعر بأنها خطوبته هو نظرت الأم إلي بعمق وشعرت بأنه صادق في نيته ووافقت أن يعتني بابنتها شعر الجميع بالراحة بعدها وأخبرها بأنه سينتظر زوجها كي ينغش أمور الخطوبة أما سوزان فقد ذهبت في رحلة لتقابل رئيس الأساقفة شعر بالاستغداب من رؤيتها ولكن سوزان تحمل فكرة شديدة أخبرته بأنها تعرف أنه يؤخر قدومه كي لا يكتشف الناس أنها ليست قديسة وأنه يشعر بالتراضي بسبب ذلك شعر بالغضب لأن كلامها صحيح يمكن استغلالها من أجل المعبد وفرض سيطارته ولكن لو تم اكتشاف بأنها ليست قديسة فسيتحطم الناس الذين أمنوا بها ولذلك فهو متردد بأن يخبر الناس الحقيقة عنها ولكن سوزان لديها فكرة وتريد من أن يخبر سمع بأنها قديسة فعلا شعر الرئيس بالغضب وأخبرها بأنه لن يكذب على الملك والمؤمنين لديه وصرق عليها وطلب من المغادرة لكن سوزان مخدعة مهوبة بدأت في البكاء ودأت بأنه هو من طلب منها أن تقوم بكل ذلك والآن تيرميها للثئاب شعر بالصدمة لأن تمثيلها متقل حتى هو صدقة ولو أخبرت أي أحد بذلك فيصدقها بالتأكيد وبهذا أجبرته سوزان بأن يقول ما أرادت وإلا سيقعه في الوردة وقد يزيد كلامه إيمان الأشخاص الآخرين والتبرعات للمعبد ولم يكن أمامه خيار آخر إذا وافق ولكن السوزان ذكية أكثر مما يتصور طلبت منه كتابة عقد ودوقيعة كي لا يخدعها لاحقا وأن يقول بأن قوتها المقدسة اختفت بسبب تضارب الأبعاد ويطلب بقاءها في منزل إليان وجاء والد أدال وشعر بالخيبة من قرارها جاء مستعجرا مصدوما ولم يكن مقتنعا بخطبة سريعة كهذه أمر ما يبدو خاطئا ولكن أدال حاول تقنع والدها بكل الأخبار الجيدة حيث أنها ستقطب لأفضل رجل في المملكة تقريبا وإدريان سيعين كمساعد للأمير وكل تلك التجهيزات إنه أمر يدع للفقر حقا ولكن والدها يعتقد أن دفلاته لازلت صغيرة على الزواج أعطاه الموافقة وذهب إلى منزل إليان ولكنه لم يكن سيتنازل عن ابنته بهذه السهولة لذلك قرر أن يحصر إليان كي يفهم منه كل الحقيقة وراء كل شيء وصل والد وعداء لقسر إليان وبمجارة أداءه كان على وجه تهزئته ولكن للمفاجعة أن دوق إليان سعتذر منه على الفور وأخبره بأنه أهزف وأنه كان عليه أن يحترمه أكثر وكان يزدر منه طلبوا مواهد معه قبل ابنته فهدع والدها قليلا وشعر بجديات إليان سنقشحه لبعض الأمور كالمهر وغيرها وسألع والدها عن سبب طالبه لكي تعيش أداء في قصره خلال فترة خطوبتهما فأخبره أن السبب هو شائعة معجوزا لم يكن الأب سعيدا بما سمع ولكن إليان يحترمه بالفعل وأوضح أنه جدي لذا أخبره بأنه موافق بشرط واحد أن لا يلمس يد ابنته قبل الخطوبة أبدا وشعر إليان بالتردد للإجابة ولم يفهم سبب ذلك وأخبره لاحقا أنه سيهيئ الجناح ليدان وعائلاتها في قصره واعتذر وغادر ذهب إلى متجر لوريل للحلوة وأحضر كعكتان ليدان ليقابلها وكانت سعيدة جدا بها ولكن لم يعجبها هي نظراته الباردة وبكل صراحة الأخبارات بأنه يبدو كلفه خشب لا فائدة منه رغم جماله وأنا تحب الرجل الودود أكثر وشعر إليان بالغضب ولم يعرف السبب أيضا لم يعجبه الأمر وهي تنتقده أبدا وقالت أنها تتمنى زواجه من حرس حدودا قريبا لقرياتها وشعر إليان بالصدمة لاحقا طالبت منه أن يهدأ وأن يبدي تعبير شكر على الأقل لأنه تساعده في تخلص من سوزان هدأ إليان قليلا واعتذر عن سلوكه واعتذر في الأخرى وشكرته مرة إضافية والآن حنى الوقت للقضاء على الشائعات طالبت منه أن يفتح فامة وأطعمته بنفسه أمام الجميع فشعروا بالصدمة وتأكدت عديد منهم من حقيقة خطوبتهما سألها إليان بصوت أعلى هل أنت مستعدة للخطوبة؟ فصدمت جميع وبعد ذلك باقتراح لتذهب منويل إلى ماتجر فساتين داقية لكي تهدر فستانا لها ولكن إليان شعر بالغيرات من مناداتها لنويل باسمه دون لقب وقال بأنه سيذهب معه بنفسه كي تكون ملابسه متطابقة وشعر بالخزر ولاحقا يكشف لنا بأن ابنة عم ماتياس غير الشقيقة وماتياس يحاولان جماعا كثير من العائلات للإيقاع بالدوق إلياس وإيقافه لأنه رئيس مجلس الإمبراطور وسيحاولون إيقاعه بسوزن مع مصاعدة الدوق الجبار وهو التالي للحكم بعد نيكولاس ولكن ما لا يعلماني أن إلياس يعرف بمحاولاتهما ويتتبعها مع مصاعده الشخصي لوكاس ويعلمنا جيدا أن الدوق الجبار هو خلف تلك المحاولات البائسة كي يطيح بعرش نيكولاس ولكنهم ينتظرون أي تحركة خاطئة كي يقضوا عليهم يسأل لوكاس الدوق إلياس عن سبب خطوبته بأتلات ويحذره من انكشاف السير ويعاتبه عن عدم الافصاح بالسبب الحقيقي أمام عائلتها كي يساعدهم بعد طلاقهم منها بتزويجها مرة أخرى ولكن هذه الكلمات لا تعجب إلياس ويشعر بالغيرة أكثر ويطلب من المغادرة فيشعر لوكاس بأن هناك مساعر مخفية لدى إلياس خصوصا بعد أن يعرف بأنه سيذهب معها لمتابقة الفستان شعر لوكاس بالفرح وغذر على الفور وعندما يعرف الأمير بأن إلياس وادان سيخرجان سوية يذهب معهما لأنه يظن بأن إلياس سيدمر العلاقة أكثر ولكن تفاجع من قربهما وشعر أنه لدعي لوجوده خصوصا أن لوكاس سيوبخه على ذهب إلى شيء سخيف كهذا لاحقا تسأل وادان عن مكان سوزان وعندما يخبرها بأنها ذهبت إلى القرية التي يوجد بها رئيس الأسقفة تشعر أدن بالخطر لأن تلك الفتاة قد تحاول استغلال الوضع بأي طريقة ممكنة كي تحصل على إلياس والحماية وتخبرهم بمخاوفها فيشاركها الأمير الرأي ولكن لا يوجد طريقة لمنما حصل وفجأة يظهر لوكاس وهو غاضب من الأمير ويسحبه للخارج كي يدرك إلياس مخطبته لوحدهما يشعر كلاهما بالخزل عنده وينادي إلياس أدل باسمها ثم يهديها ختم الخطوبة تتفاجأ أدن ويتابع إلياس كلامه بقوله لقد غير الجوارة الداخلية كي تناسبها أكثر تتفاجأ أدن وتسأله إذا كنت ستقدم نفس الجوارة إذن لما بثلتها فيعترف إلياس بأن تلك الجوارة كانت تذكره بزوجة أبيه التي يكرهها والآن قدم لها شيئا مناسبا أكثر لها ثم يمود يده ليلبسها إياه تشعر أدن بالفرح والدهشة حين تعرف أنه قد أهدها أول خاتم للإمبراطور وبداخله حلقة سحرية كي يتتبع موقعه ويعرف مكانه لأن خطوبتها منه قد أرد للخطر ويلبسها الخاتم ويطلب منها أن تحفظ عليه ثم يقبل يدها فتشعر أدن بسعادة وخزال كبير وتظن أنه قد بدأ يقن لها بعض المساعد لكنه يقول بأنه يهتم للخاتم والإشعة فقط فتشعر بالإحباط وتخبره بأنها ستتدرك أمر اختيار لون الفستاني له وأن عليها المغادرة يخبرها الدوق بأنه عليها أن تأتي في الغد إلى قصره كي تختار لون ورق الجدران الذي تحبه لغرفتها لكنها تعتذر لأنها منشغلة فيقول بأنه سيضع أكثر لون تكرهها فتغاض أديل وتخبره بأنها ستأتي في الغد ويسعر الدوق بالسعادة واتضع أن الدوق إلياس يسبق الجميع بخطوة فقد أرسل خادما خلف سوزان ليسمع مدار بينه وبين العيس الأساقفة ولكن للأسف الخادم الغبي لم يستطع سمع أي شيء ولم يفهم إلياس ما غايتها خصوصا أنها لم تعد حتى الآن قرأ إليس بالغضب عندها وأخبره الخادم أنها لا تخرج من غرفتها حتى ولكن سمع إشاعاته بأنها قد طلبت مرسولا لها فيطلب إلياس منه التحقيق مع النادل وملحقة رئيس الأساقفة لأنه يشعر بأن شيء سيئا على وشك الحدوث وفي صباح اليوم التالي تأتي أديل إلى غسر الدوق ويريها غرفتها فتطير سعادة بها لكن للصدمة تقول أديل هل من الضروري أن تخطبني حقا يتفاجأ إلياس ويسأل عن سبب سؤالها محاولة معرفة مشاعرها تجاهها فتقول بأنها خائفة من القديسة سوزان خاصة أنه لا يوجد طريقة لتقاومها وتوقف عند حدها فيشعر إلياس من غضب أكثر لأنه من الواضح أن أديل لا تحبه ويمسك يدها ويقول أيتها الأميرة لن يوقفني أي أحدا عن خطبتك ولا حتى المعبد وما دمت معك لن تكوني لوحدك فتصر أديل أكثر وتقول أن الأمر صعب لذلك طلب مساعدتها فيتهور إلياس ويقول أنا لديه سببا أخر لخطبتها تشعر أديل بالخجل وتنتظر إجابته لكنه يخجل أكثر أديل حاولت الضغط عليه كي يعترفه بمشاعره ولكن لم يحصل ذلك وبرغم ذلك تشعر أديل بالفرح لأنها شعرت بعض مشاعر متبادلة من إلياس وتحاول خداه وتقارب منه بخجل وكأتفال بتقاربهما هذه المرة يطلب منها أن يذهب في مواد ثوية ولكن أديل تحب بطنها والحلويات أكثر من أي شيء آخر لذلك تطلب منه أن يأكلوا المنزيد منها وتخبره بأن عليه ما تقضي سهدى اليوم والاحتفال به كل عام وإلا ستنزعج منه بشدة لاحقا تنتشر الشعيات أكثر عن علاقة لدي أديل بالتوق إلياس بين العامة والطبقة النبيلة ويشعر الجميع بالفضول والبعض بالغراب من سرعة هذه الخطبة مثل يوليا أخت لوكاس التي تحاول سؤاله لمعرفة الحقيقة لكن لوكاس يصرب عن الدوق وعجب بعضل ويريد خطبتها لحبيه لها فتشعر يوليا بالحباس وتقرر تحقق من الأمر عند رؤيتهما سهب أديل أيضا لتجهز حذاءها الرأى وتقترح حذاء جديدا لم يره أحد من قبل وترسم تصميمه لصانع فيشعر بالعجاب الكبير والفخص بها وكذلك خدمتها ريتا التي تمدح عملها على الفستان والحذاء فتقول أديل أهد من الجميع أن يعرف روعة ويصدقها وتنتشر الشعاد أكثر عن خطيبة الزوق الرائعة تصل إلى متجر روزفيلت للفتاتين وهناك تجد يوليا وتعجب بجمالها للغاية تقابلها روزفيلت وتطلب منها صنع جوب في فتاتينها اليومية مع صدمة روزفيلت الكبيرة أما يوليا فتشعر بالعجاب لأدال الفتاة البسيطة التي حصلت على ذو وأخيرا نعود لسوزان الشريرة التي تقابل خدمة فقيرة وتقرر استغلال حالتها سوزان طلبت من تلك الخدمات أمرا خطيرا وعرضت عليها في المقابل لو نجحت في تطبيقه أن تأخذها معها إلى العاصمة وتجعلها خدمتها الخاصة توافق تلك الخدمات فورا بالطبع كي تتخلص من عيشة الفقر التي هي بها أما أدال فلأنها تتوقع كل الأخطار التي حولها تحضر حذاءها الجميلة كسلاحا أيضا مع علبة في الفيلم من المستقبل ولكن المصيبة هي أن خطتا سوزان اختطاف أدال من قبل إخوة الخادمة ولديهم الخطط المناسبة أولا سيقوم أحدهم بضرب سائق العربة وأخذ مكانه ثم سيأخذون أدال إلى مستودع فارق وجده دون أن يلاحظ أحدهم خطأ ما وفعلا يذهب أحد الإخوة إلى سائق العربة ويخبر بأن الليدي أدال تود منه أن يحضر له بعض الفستين من المتجر فيتبعه السائق بتعزب وعندما يصحبه إلى أحد الزوايا يشعر السائق بوجود خطأ ما ويتوقف ولكن يكون قد فات الأوان لأن الأخ الثاني يقوم بضربه واسقته أرضا وتصل العربة إلى محل روزفلد ولكن ما لا يعلمانه الإخوة هو أن أدال قد طالبت من السائق على منتظارها ولذلك تشعر أدال بالقلق وعندما تنظر إلى السائق تلاحظ أنه شخص مختلف وتعرف خطأتها سوزان فتطلب من ريتا أن تتاجه إلى قسر دوق إلياس وتخبره بانوقة مختطافة من قبل سوزان تشعر ريتا بالصدمة فتشرح لها أدال الموقف ولكن لازالت الصدمة ضائرة على وجهها فلما ستتركبين ما دمت تعرفين أن هذه العربة ستختطفك فتقول أدال أن أذهب وانا مستعدة للخطف أفضل من أن ضيعة تلك الفرصة وانتظر اختطاف مرة أخرى وفعلا تدخل أدال للعربة بحذر وخوف رغم التظاهر بأكس ذلك فيعتقد الخطف بأنها لم تشعر بي شيء وتلمح يولي عندها ونرى أن أدال كانت قد حضرت بعض الأسلحة معها مثل بخاخ الفلفل وحبل واشيء بسيطة أخرى وعندما يوصل الرجل للمكان تبقى أدال بالفلفل وتضربه بكل قوة وتشعر بقواتها أدال في حياتها السابقة كانت قد تدربت على فنون القتال ولذلك كان الأمر سهلا ولكن فجأة يظهر الرجل الآخر ويضع خنجرا على رقبتها ويطلب منها أن تتبعه دون أي صوت تتفاجأ أدال في أن الرجل نفسه يرتجب وتقرر أن تتبعه كما أراد عندما تدخل إلى المستودع يربط الرجل وتحاول استمالته بالبكاء لكنه لا يتأثر وعلى الرغم من أنها مخطوفة أدال غريبة أطوار لأنها سعيدة من أن ألياس تيأتي لإنقاذها ويذهب بعض الرجل للإسمانان على أخي المذور من قوة أدال ويطلب منها أن يخبئ العربة كي يهربها بسرعة قبل أن تعثر عائلة أدال عليها وفجأة تدخل يولي المكان لإنقاذ أدال تتفاجأ أدال وتسألها كيف علمت بمكانها فتخبرها بأنها رأتها وأنها كانت خائفة عندما صعدت العربة وتوقعت حدوث شيء سيئ لها فتبعتهم أخبرت أدال بأنها تبدأ كسكينا في جيبها وقمت بفكها بأعجاب كبير من مفاجأة أدال ولكن عندها يأتي الرجل ويراه ما ويقول لأدال لن تهرب بسهولة بعدما أذيتني وينظر لي يرى يوليا ويخبرها بأنه سيؤذيها يعوضا عن ذلك وعندما يقترب منها تبدأ يوليا بالتظاهر بالألم فتستغل أدال الفرصة وتضربه بحذائها تلح القاتل وفعلا يسقط الرزل على الأرض وتعجب يوليا بأداء أدال أكثر وذكائها ولكن علينا ذهب الآن تقرر أدال ويوليا ربط الخاطف والهرب وتخبر أدال بأن الحراس سيكونون هنا عما قريب وبالتالي بإمكانهم الرقض باتجاههم ولكن يرجع الأخو الأخر وتنشر أدال بأنه ما لم يتمكن من الهرب لذلك تعود إليها وتدفع أدال كي تحضير النجدة وعندما يمسكها تقوم بضربه أدال أولا أدال تضرب ولا ترحم وفجأة أخيرا يظهر الدقء إلياس ويظهر الغضب السديد عليه من أدال المجنونة التي ذهبت بقدميها نحو الخطار فتتظاهر أدال بالخوف كي يلينا ويحن عليها وتخبره بأنه في حالة الخوف الإنسان يصبح أقوى ويبدل طاقة إضافية وفعلا يشعر إلياس بالراحة بعض الشيء ويخبرها بأنه لن يسمح لها بتعريد نفسها للخطر مرة أخرى وإلا حبثها في قصره وتعيده بذلك وفجأة يلاحظ يوليا ويسأل عن سبب وجودها فتخبره أدال بأنها انقضتها تقريبا وتعرف عندها أن يوليا هي أخت لوكاس يشعر إلياس بالإحباث لأن يوليا أخذت كل الفضل وليس هو ولأن أدال عجبت بها بعدها يأتي لوكاس ويوبخ أخته والآخر ويطلب إلياس من أندال أن تهود إلى قصره لكنها تخبره بأن عليها أن تهود لقصرها الليلة لتجيز حفلة الخطوبة وعندها يقول إلياس علينا نتناقش بشيء ما أولا يوصلها إلياس لأصره وبيقولها أنه رح يرجع لها بعد وقت وبتحث أنه رح يبهدلها كثير لما بيرجع وبتقرر أنها تبالش ترتيبات البيت لغاية ما يرجع وتنسق أشياء ومستلزمتها وبتطلب من ناي تتحرك بالبيت وراحضها بيقولها أكيد هاد بيتك وما في باية تسألي وبتقرر تتحرك وتغير كل أغراض سوزان لقسم جانب غرفة تضيوفة بعيدة عن الأصر وبتأخذها الغرفة وبتطلب من الخدم ما حدا يساعد سوزان أو يخدمها وإنها مجرد ضيفة مو أكتر وما في أي حدا مطر يخدمها فبيتشهروا بالسعادة وبيرجع إلياس لعندها وبيقولها فهميني شو اللي عملتي وشو اللي يصار للرجلين الإخوة اللي لقيناهم وأبضنا عليهم تتنين كانوا مضروبين وبيسألها شو اللي يصاروا من ضربهم وكيف قضت عليهم فبتتسم وبتقوله حتى أنا ما بعرف مين وكيف وبيحكي لها طيب ممكن تفهميني كيف روحتي مع ناس تعرف إنهم حيخطفوكي فبتقوله نها عملت هالأشياء لحتى تساعدهم لا يكتشفوا مخطات سوزان فبيعصب منها وبيقولها لو ما اعترفوا فكنا استفدنا أي شيء ورح ينحبزوا مدى الحياة فبتفاجأ أديل من هالكلام وبيقولها إلياس إنه قدر يعرف الانتفاق اللي يصار بين سوزان ورئيس الكهنة وإنه في عقد موقع بينهم بتتفاجأ أديل أكتر لما تعرف الخطة وإنه رح يزيفوا بإنها مقدسة وبيقولها إلياس بإنه شافوا العقد وتركوا بما كانوا لحتى ما تعرف إنه معرفوا خطتها فبتقرر أديل إنها تستمر بخداع سوزان وما يبينوا إنهم كشفوا خطتها وبيحكي لها إنه الإخوة اعترفوا كل شيء عن خطت سوزان من خطفها فبقترح عليه يعملوا نسخة من العقد ويستخدموا الشباب هدول بإيقاعها وبيحز إلياس إنه أديل ركية كتير وبيعجبوا مقترحها وبيقرر يرجعها للبيت ولما بيكونوا بالعربة بتخفى على كتفه وبيشعر بالخجل بالذات لما يسمعها عم بتنادي بالحلم وبنكتشف إنه أخيرا إلياس بلشوا أعب حبها وأخيرا وبعد طول الانتظار بحين وقت خطوبتهم وكتير ناس بيكونوا مصدومين ومتفاجئين أما أمها فبتكون خايفة عليها ومعارفة كيف تتصرف فبتيجي أختها لعندها وبتضمنها وبتقولها أهم شيء اتطلعي على بنتك وخطيبها والواضح إنهم سعيدين وهات اللي بيهم فبتشعر الأم بالهدوء وبيجي بعد أخوها لأول مرة لعندها وبيهنيها فبتبتسم الأم لأنه أخوها ما حكماها ولا مرة من زمان وهلا لأنه أديل انخطبت للذوق صار بده يتقرب منهم وبيشعروا إلياس وأديل بتعاده فعلا لأنه كل شيء ما توقعه وصار بوقت أصير وكمان لأنهم مبسوطين مع بعض وبيكون الأمير عم يطلع عليهم بإعجابه وفخور بحاله إنه جمعهم مع بعض وبيكون عارف كل قصة الخطف والإنقاذ من لوكاس وطلب منه يقابل أخته يوليا بس لوكاس بيغار على أخته وعارف مطائب الأمير لهيك بيقول له ما فيه داعي وفجأة تتحطم محاولته لحماية أخته لأنه بيشوفها الأمير مع أديل وبيروح يحكي معهم بيبارك لألياس وأديل على خطوبتهم وبيتعرف على يوليا وبيقولها إنها كانت شجاعة كتير وبتشارك أديل بالكلام وبتمضح يوليا كتير لدرجة ألياس بغار وبيقولها بكفي وبعدها بيطلب الأمير من يوليا جوره بالأصر وتخبره كل اللي صار معهم بالحاتة بيتفاجئوا الناس اللي يسمعوا صوته العالي فبتقول له ما فيه داعي سيدي أنا خبرت أخوي لوكاس كل شيء وبتقدر تسأله لحتى ما تطلع أي إشاعات سيئة عنك فبيعجب الأمير التصرفات عوردة وبيحس إنها مختلفة وبيقرر يصر لحتى يستفز لوكاس وما بتعرف كيف توقفه فبتدخل أديل بسرعة وبتقول له أنا باجي وبخبرك كل تفاصيل فبينصدم نيكولاس وبيروح خائب الأمل وبيتعر لوكاس بالامتنان الكبير لأديل وبقولها شبك لبك أنا خادم بين إيديك وللأسف بنشوف الآنسة لوتوس اللي من قرية أديل إيجت لأنها مغيوزة كتير من زواجها من الدوق نفسه ونفسها تنكد عليها خطبتها وبتقولها مبروك الخطبة بس اسمعنا أنا خطبة مؤقتة ورح يتركك عن وقت قريب لما ترجع سوزان وإنه الأمير جبركم على الزفاف وكلام كتير ليس في الزوء أديل فبتحكي أديل كل هالأشياء إشاعات بس طمنوني أنتوا في حدا لا سمح الله خطب أو الزواج منكم فبتحرجهم كتير وبيضافوا عن حالهم وبيحكوا أنهم ما بيهتموا بالزواج فبيوقفوا لهم بوقتها يوليا وليسا وبيحكوا لهم يلتز محدودهم وإنه إلياس هو اللي بيحب أديل وبدو يتزوجها وحالة أديل كانوا ضد الموضوع أصلا بسبب الشائعات وبيخلوهم يلتزموا الأدم فبخاف تحكي لوتوس يعني بدكم تقنعوني إنه إلياس يتزوج أديل لأنه بيحبها فبيحكي أديل وفجأة بيجي إلياس بلطافة كبيرة وبيتقرب من أديل وبيعتذر على تأخره فبيموتوا النات من تصرفاته وقربة من أديل وغيرتوا عليها ويهدي معهم فيها وبيطلب منها تيجي معه لا ترتاح وبيترك البقية يستمتعوا بالاحتفال وهم مصدمين من الرومانسي اللي يشافوها فبتقوله أديل شكرا اكتشفت إنك ممثل رائع وبنكتشف إنه سوزان عم تستنع وصول أديل اللي عندها لحتى ترجع للأسر وبتسأل الخادمة شو ممكن يعملوا فيها فبتقترح عليها يبيعوها لما توصل بس سوزان خايفة ومتوترة من تأخرهم أما إلياس فبيكون يعمل خطة هو وأديل بإنه يستخدموا الشباب هدول ليوصلوا إشاعات كاذبة لسوزان عنهم ويجيبوا المعلومات الحقيقية من أختهم الخادمة وهيك رح يقدروا يعرضوا شهادة الخادمة قدام الكل وفعلا بيوافقوا طبعا الإخوة وبفلشوا شغل معهم بدل ما يقتلهم إلياس ومن داخل الأصير بتكون أديل عند اشتغل بقوة وحزم ليتكتشف كل الأطباع الموجودين لسوزان بقصر الضوء وبتعرف إنه في خادمة اسمها ماري هي اللي نشرت الشائعات عنده مع سوزان مقابل رشوة مارية من سوزان ولهيك تستدعيها وبتسألها عن حالها وأحوالها وبتقولها أوبس يمكن أطردك فبتتفاجأ البنت وبتعمل حالها مو عارف السبب فبتقولها أديل كمان تصرفاتك وقحة بالنسبة لوحدة نشرت إشاعات عن الشخص اللي بيتعميها فبتترجعها ماري ما تطردها وبتقولها كله اللي صار وإنه سوزان أجبرتها تعمل هالشي أو كانت رح تطردها وتدعي إنها أداتها وحرقتها بالحساء لهيك خبرت الكل إنها شافت إلياس وسوزان مع بعض ونشرت الشائعات حول وبر الأصر حسب طلب سوزان فبتحكي لها أدال رح يتم طردك بكل الأحوال بس لو عملت الميديا رح أعطيكي مال وتوصية جيدة وممكن تقدر تيشي فيهم بشكل مليح فبتشعر الخادمة بالسعادة أما الإخوة فبيرجعوا لعند سوزان وبيحكولها إنهم ما قدروا يخطفوا أدال وما حاولوا لأنه كان في حراسة مشددة عليها وبيخبروها بإنهم جاهزين يكونوا معها وخدمها وحرصها وبيطلبوا منها تاخدهم معها على العاصمة ورح يخدموها بكل حب ويرجعوا يحاولوا يخطفوا أدال تشعر سوزان إنه في شي غلط لكن بتوافق على العرض وهيك بيبلشوا بخططهم الغريبة كمان وبنكتشف إنهم أصلا ما بيوثقوا بأختهم لأنها مو من نفس الأمن ما علينا أخيراً توصل سوزان الأثر وبيبلش الأكشن والمشاكل لما بيخبروها إنها رح تروح للجناح الجانبي ومو للمكان اللي تعودت عليه بتسرخ سوزان وبتعصب وما بتقبل يتفوت وفجأة بتفوت بسرعة للأثر على غرفتها القديمة لا تلاقيها صارت غرفة أدال بتبتسم أدال لما بتشوفها وبتقولها لو سمحتي غادري غرفتي وروحي للمكان اللي سمحنا لك تسكني فيه أو رح نضطر نوضعك طبعاً سوزان بتقولها ما بتعرفي مع مين بتحكي ورح تندمي وبتبلش تكسر بالأشياء فبتطلب أدال من وين يرسل فاتورة لسوزان بكل الأدوات المكسورة لا تدفع حقهم بعد ما تهدى فبتفقت سوزان أعصابها أكتر وبتقولها رح تخليني أعيش بهيك مكان فبتقولها أدال تعيشي لا بس ما سمحك تقيمي عنا فترة لغاية ما تلاقي بيت جديد ولو مو عاجبك تقدري هلأ تغادري تطلب من نويل ياخدها أو يطردها بالإجبار ولما تحس سوزان إنها صارت بموقع ضعيف هلأد تتحول 180 درجة وبتعمل حالها مجروحة وكيوت وبتعتذر عن تصرفاتها لتغادر بكل أدب للجناح بس بتعرف أدال إنه سوزان عم بتمثل وعم بتحاول تكسب تعاطف الخدم لايك بتورجيها إنها ممثلة أكبر منها وبتصرخ إنه قلبها عم بيواجهها وبتقول إنها تعبانة منها التصرف الآسي بس ما بي خيار آخر وإلا رح تتجر إشاعات جديدة عن سوزان ودو فبيتعاطف كل الغدم مع أدال وبتيجي كبير في الخدم وبتقولها إنهم كلهم بيحترموها فبتنجلت سوزان من دكاء أدال ولما بتوصل للجناح بتحسوا مكان مناسب جدا لأنها حتكون لحالها وبتقدر تحط الخطط وبتأخذ راحتها تماما بس بتستغرب لما تلاقي ماري هي البنت اللي رح توصل لها الأكل وتكون معها وبتشك بالموضوع وبتسألها إذا حدا اكتشف اللي صار فبتحكي ماري أبدا لو انكشفت أكيد رح أكون انطردت وما رح يخلوني هون بعضوني لأني أصغر واحدة وماري المفروض تجمع معلومات كثيرة عن سوزان وتساعدهم بكشف مخططاتها الجاي ولما بيرجع ألياس للأثر بيحكي لأدال سمعت إنك كنت ممثلة شاطر اليوم بس بدك شوي تدريب إضافي على الإغماق فبتتدعي أدال وبتسأله مين اللي كشفها وبتعرف إنه نويل وبيضحك بالأضافة ألياس عليها بيقولها إنه بكرة محل الحلويات رح يبيع كاكة مفضلة جديدة وبيسألها إذا بتحب ترافقه فبتشعر بساعدة كبيرة بس بتتذكر إنه يوليا رح تيجي ولهيكي بتعتذر عن مرافقته وبيحس ألياس إنه صار عنده ضرر اسمها يوليا وبيروح لعند الأمير اللي بيكون زهقان كتير وبيسأله عن حالته وبيخبره بعدها كل خططه بخصوص سوزان اللي بتاجب الأمير كتير لأنه رح يودوها بمصيبة وهي معارفة ومن الملل بيطلب الأمير من ألياس ينضم له على العشاء بس ألياس بيرفض ليروح يجيب قطعة الكاكة لأدال بيتفاجعوا كتير لأنه ألياس ما كان يطيء يعمل هشي للأمير وهلأ عم يعملوا بحب لخطيبته بس بيلاحظ ألياس إنه الأمير زهقان وبيعزموا عنده على العشاء اليوم وبنكتشف إنه الأمير هيك رح يقابل يوليا عند أدال بس لوكاس المسكين ما بيعرفه شيء وبيقرر أدريان ما يخبره لحتى ما ينهار بياخد ألياس الأمير لأسره وبيشتري تون كيك وبيحز الأمير بالغيرة لأنه ألياس صار يهتم بشخص تاني غيره وبيحكي له رجع لي الشخص اللي بعرفه ولما بيوطل بيروح الأمير بسرعة ليباغت أدال ويشوفها بيحاول أنه اللي يوقفه ويفهمه إنه في عندها ضيفة بس فجأة بيفتح الباب وبنلاقي يوليا عم بتقيس حذاء أهلاتها يا أدال بيشعر الكل بالخجل والإحراج وبيعتذر الأمير على اللي يصار وبيفوت ألياس فجأة وبيساعدهم بعد الصمت والتواضر اللي يصار ولما بتلاقي يشتر على الكيك لألها بالذات بتطير أدال كتير وبيغاروا منهم يوليا والأمير وبتشتكي أدال للدوق عن الأمير بمفاجأته لألهم وفتح الباب وبيشعر بالغضب منه وبنشوف ماتياس عم بيتناقش مع جبير عن خطوطه بيقعدوا من خلال سوزان ولو فشلت رح يجرب يقلب خطيبته أدال ضده ولو ما زبطت عنده ألف خطة غيرها فبيشعر بالحماس والإعجاب فيه وبتروح سوزان لأول مرة لحفلة تجمع فيها كتير ناس وبتحاول تكسب تعاطف الناس الموجودين هناك وتحكي أنه الأمير هو اللي جبرته يتزوج أدال فبيتعاطفوا معها كل كارهين أدال أما الأخوة الخاطفين فبينشروا الحقيقة على أساس أنها إشاعات وبيحكوا أنه سوزان مو قديسة ورح يتم محاكمتها ولا يتأكدوا من نشر الكلام فعلا بيحكوا لهم أنه هالشي سر تبقى ماري تخبر أدال كل شي بيصير مع سوزان بالأصر ولما بدعود أدال مع الدوق في هاليوم المهم جدا اليوم هو بيوم كشف قدرة سوزان قدام الكل لإثبات أنها قديسة ولكن بيعد الدوق وأدال مع بعض وبيقولها دوق أنه مهتم فيها ورح يحميها وما رح يتمح لقي شي سيء الصباح تبتسم أدال بس بتقولها الكلام مكافي تعترف له أدال أنها ما كانت حاسة أنها خطيبته لغاية ما لقيت بسوزان من وقتها عم تشعر بغيرة كبيرة منها وبتحقد عليها وبتعترف له بأنها وقعت بحبه بيتأثري دوق كتير وبيقولها اسمحيلي أنا كمان أحكي لك مشاعري بتقوله أدال بس أنا مو مستنية منك أي اعتراف لأنه بعرف أنك ما بتحبني فبيحكي لها بحش بالسعادة وانت ماي وبضل أفكر فيكي ما بعرف إذا هذا هو الحب أو مجرد شعور بالامتنان بس أنا بهتم فيكي بتتفاجأ أدال وبتشعر بالسعادة وبيتقرب منها فجأة بعد ما يغرم بابتسامتها لكن بيقاطهم الخادم نويل اللي بيفوت مع خادمة سوزان الشريرة أنا اللي بتكون جاي تطلب منه يرافق سوزان للحدث عذب رغبة سوزان وبتقول له كمان بيتها طائم معك عذب ما رابسك تسأل أدال البنت عن اسمها وبتطلب منها ترفع شعرها لا تشوف وجهها لكن البنت ما بتعمل اللي تطلبته فبيعصب ألياس ولما بتشوفه لأول مرة بتحسه ملاك من جماله وبتحس بالكره والحقد على أدال اللي ماخده كل شي الغنى والجمال والزوج الوسيم فبيحكي ألياسه بيرفع ضعر تسوزان وأصلا ما بتويروح معها وبيقلع الخادمة وبيكمل ألياس كلامه وبيقولها ما بعرف شعور الحب لايك ما بعرف إذا بحبك أو لا بس من كلامه وتوتله بتقدر أدال تفهم إنه بيحبها بس ما متأكد من مشاعره وبتقوله إنه فرحة بهالكلام ورح تنتظر إجابته الحقيقية لو بيحبها أولا خلال الفترة الجاي فبيطلب منها ما تتركه بدا وبعدها بيحكي لها ما تلبسي ملابس حلوة كتير على الاحتفال لأنه بغار عليكي فبتحكي له رح أحاول بس الغالب غالب وبتطلب منه يقوم هو كمان يتشيك ليساعده للأحداث توصل سوزان للمراسم وبتسمع كتير كلام من الناس عنها خصوصا إنهم اتأكدوا من كذبها تقريبا بعلاقتها مع ألياس وبيقرف الأمير منها ومن ملابسها لمزار كشب زيادة وبيمضح أدلال على ملابسها الفخمة الراقية وبيحكي إنها القديسة الحقيقية أما سوزان فهي باثقة هلا إنه رح تنجح بمساعدة رئيس الأساقفة ولكن مستني هاللحظة فارغ الطبر بيوصل الملك حتى على المكان وبيبالش رئيس الأساقفة يحكي ويمضح بتوزان وصفاتها فبيعصب الملك منه وبيقول له بدنا نشوف الأفعال وما بدي أسمع بس كلام فبيعتذر الرئيس وبيقول له بس في شي ضروري لازم أحكي أنا نزل علي الوحي وخبرني إنه سوزان قديسة بس للأسف ظهر عندها صدمة بين انتقالها للعالمين ورايك ما عندها أي قوة خاصة فبيبتسم الأمير وبيحكي له يعني كلامك هو الزليل الوحيد على إنه سوزان قديسة فبيقوله نعم طبعا فبيحكي له يعني بخلينا نفترض إنه كلامك صح شو واجبت سوزان فبتشهج سوزان بالراحة الكبيرة لأنه هيك تم الأعلان إنها قديسة والغريب إنه بنشوف الشخص فإن الحضور عم يبتسم على هالكلام والواضح إنه هو القديسة الحقيقي وبعدا بيقول الأمير أوكي ما عندنا أي مشكلة بالاعتراف بسوزان كقديسة لكن بشرط واحد المعبد هو اللي رح يكون مسؤول عن سوزان وما إلا أي علاقة بشؤونها كأسرة ملكية وحاكمة تنصدم سوزان وبالطبع بيضطى الرئيس الكهنة يوافق وبيتشكرها مع خدمتهم للقديسة فبيقول الأمير أشكر إلياس اللي اتعرض لإشاعات بشها بسبب وجودها عنده فبتحكي سوزان مين حكى إنها إشاعات فبيقولها كلامك مردود عليكي وكلنا بنعرف وبيسكتها وبيطلب من الملك يغادروا هلأ بعد ما اعترفوا فيها وبيبارك الكل للقديسة وبيجي متياس حتى يحييها وبيقرر يستخدمها لصالحه وبنشوف جبير وهو الابن لجبير الأب اللي طلع متحاون مع الأمير وإلياس وراح يخبرهم بخطة أندريا وحس الأمير إنه كان لازم حكوا الحقيقة بس إلياس مصر إنه فيهم يستخدموا سوزان ويورطوها أكتر فبيسأله الأمير كيف إذن رح تحطم الشائعات عنك فبيقوله باستخدام الإخوة وتناقل المعلومات وبيدي العقد يضل خيار أخير نقدر نستخدمه للضغط عليها وبعد بيحكي الأمير إذن اليوم حنتعش مع بعض فبيقوله لأ ما رح أقدر لازم أشوف أدال فبيسأله إذا رح يحكي معها شي خاص بخجر بيرد ألياس نعم فبيقوله أوكي حسأل أدال عنه وحكيته ولأنه عارف إنه الأمير مستحيل حل عنه بيقوله خلاص تفضل إنت معزوم معنا أنا بس كان بدي أعطي أدال هدية أم أدال فبتكون بالأسر متوتر ومستني المصايب الجاي من سوزان اللي فعلا بتوصل للأسر وبتطلب تشوفها وفعلا بتقابل سوزان الحياء اللي بتكون مجهزة حالها لتنقض على أدال وبتطلب منها تتنعوه للعاشة اليوم بالقصر الرئيسي فبتحكي أدال أوكي عادي تفضلي اليوم إنت معزومة عنا وبتطلب من الخدم يحضروا لها الأطباء الخاصة فيها تستغرب من سرعة قبولها لهالشي بس ما بهمها المهم إنه هلأ ما تياس بيتعامها لا تكون هي الدوقة وبالتالي رح تبلش بخطتها لا تخلي أدال تغادر ولكن بتخطط ترجع للأصر الرئيسي لما يوصل إلياس رح تحاول تترجع تنام اليوم بأصرهم كجائزة على إثبات قدوسيتها وتخلي أدال تشكب إلياس ومش عارف تجاه سوزان وبالتالي تغادر أدال من شعورها بالخيانة ولو ما نشحد في هالشي رح تغطفها وتتظاهر إنه أدال غادرت من الحزن وبس وبيوصل الأمير وهو مبسوط ولما بيشوف سوزان بيقرف وبيسألها شو عم تعمل هون فبتقوله إنها زعلانة لأنه توقعت يعملوا لها حفلة ويحتفلوا بها بالأصر فبيقولها هو إحنا مخلفينك وناسينك فبتظاهر إنه عم يمزح معها فبينزعج وبيحكي لها شكلك رح تبلش طاسة أو عمر الأمير وتتجاهلينها بس لأنك سرت قديسة فبتقوله مستحيل أعملك عكل حال بيفوت إلياس وهو جاي بورد ومبسوط وفجأة بيلاقيها الحية بوجهه وبتعمل حالها تفاجأت وكأنه الهدية إلها فهو بقرف بيسألها شو جابك هون برضه ولما بيشوف أدال بيشعر بالسعادة ويقدم لها الورد فبتشعر أدال فرح كبير وبتضموا على هالهدية اللي جابلوا إياها وبتقوله ناس عيدة إنه تذكر كلامها والذكرى وبيشعر بالخجن وطبعا سوزان بتموت من القهر وبيروحوا للعشا وبتلحقهم سوزان ويمعص بل السماء بس فجأة بتلاقي بس في طاولة واحدة طبق واحد تتفاجأ وبتسأل نويل عن الموضوع فبيقول إنه أدال والأسرة المالكة رح يتناولوا العشا بالجناح الجانبي وهو جناح خاص بعيلة أدال بالتالي ممنوع تفوت بدون إذن فبتنغاز سوزان أكتر وبترمي الأطباء فبيقولها نويل طبب تصرفاتك انتي غير مرحب فيك بالأسر وبيطلب من الأمن ياخدوها لبرة وبتشعر بإنها نهانت بما يكفي وبتتسأل إذا فعلا تتخلى عن إلياس طالما ما بتحبه من الأساس وتروح تدورها غير ظلمة بس هيك رح تتورد بين النبلاء لأنها حكت بإنه في علاقة بينها وبين إلياس ورح تبين كذابة فبتقرر تضلع قرارها ولما بتشوف الخادمة حالة سوزان وغضبها بتقولها سيدي شو رأيك نقطة الأدال باستخدام السم أنا سألت ماري عن سم جيد لأنه كمان بدياقته لإخواني وتخدمه لأدال كمان فبتنبهر سوزان وبتسألها عنه وبتقولها في ظاهرة لو بس أخذ الواحد جرعة منها رح يموت طبعا الخادمة هاي عم بتساعد سوزان لأنها بفكرة رح تصير عشيقة ألياس بعد ما يتزوي سوزان تحضر مسلسلات تركي كتير المهم تقتنع سوزان في هالكلام وبيطلبوا من ماري تحضر لهم السم وطبعا ماري بتروح تخبر أدالب كل اللي صار بيستغربوا إنه المرة الأولى الخادمة أنا هي اللي طلبت والثانية سوزان وبيتسألوا إذا لنفس السبب يطلعوا أدال وإلياس مع بعض بعربة مبهرجة حلوة وبيتسدع الكاهن الأكبر سوزان لا تقوم بمهامها هلأ قدام الكل طالما لها صارت قديسة وصار عليها واجبات تطلع بالعربة مع أنا وفجأة تلمح العربة تاعد أدال والدوق وبتشعر بالغذ والحسد بتقرر تقتل أدال وخلاص ولايك بتلحق العربة وبتواصل أنا تلحقهم بأي وقت وتحطوا السم اللي جابته ماري بكاسة أدال بدون ما حدا ينتبه بس اللي ما بيعرفوا إنه اللي معهم مو السم فعلا وبس الزهرة بدون السم ولما بيكونوا أدال ودوق موعد مع بعض بيكون في كتير كلام حلو حواليهم وتعليقات إيجابية حلوة عنهم وبلاحظوا مراقبة أنا لإلهم وأخيرا بيصدمنا إلياس لما بيحكي لأدال بدي خطوبتنا تكون حيئية وبدي أدواجك عن جد وأقضي كل عمري معك لأني عرفت مشاعري تشعر أدال بفرح وغجل كبير بنت بدي تسأل إذا كمان عم يطلب هالشي لأنه بيحبها أو بس لأنه ارتحلها وهي الخيار المناسب وبتبتسم وبتقول له بنتناقش بالموضوع بعد ما نخلص من سوزان بينغض إلياس بس بتصير أدال لأنه بالهلأ ما بيعرفوا وإنت رح يرتاحوا منها ومن كتر ما بتقرف أدال من مراقبة هالبنت لإلها تطلب من ريتا تستدعيها بس فجأة أنا بتهرب وبترجع لعند سوزان وبتخبرها أنه طلع الموضوع الصعب والمحل مع البنات وإنها هربت لحتى معي تشفوا أنه سوزان ورا كل هاد فبتقتنع سوزان بس في شي محيرها وهو أنه أنا صارت كتير مخلصة لإلها تسألها عن السبب فبتحكي بتردد إنها كانت مترددة بالبداية بس هلأ واضقة فيها أما سوزان فبتحكي لها كوني مستعدة لأنه رح أستخدمك كدرع لو ألفوا القبض علي أو انكشف لهيك أوهك تخطيتي تخدعيني وبيقرروا يستخدموا ماري بقت الأدال بس لسه ما قدروا يعرفوا المكان المناسب لحتى ما تكون سوزان هي المشتبه الوحيد ولما بتوصل سوزان على الميتام بتقرف من الأطفال وبتعتبرهم مجرد قدارة وما بتتحمل إنها حتقوم بهيك مهمات بصفتها قديسة لهيك بتقرر تغير الخطط أكتر وبتروح لعند ماتياس أندريا وبتطلب منه يساعدها بالضغط على رئيس الكنيسة لأنه ما عم يتعاون معها وعم بيزيد عليها مهمات بيسألها ماتياس إذا بيمتلكوا شي ضدها لكنها بتقوله أبدا وما بتخبره عن العقد طبعا وبتسأله شو رح تستفيد لو صرت أنا مرض الدوق فبيحكي لها بدو يعيد موازنة قوة العائلات ويبعد أليس عن الأسرة المالكة ما علينا بتخبره سوزان إنه عندها خطة ومستعدة تسمم أدال وبيحس إنه سوزان طلعت بنت مرعبة أكتر من ما تخيل وبيقولها عندي خطة أفضل وأحسن من هيك كمان خلال هالوقت هات رح نعمل إنه تم خطفك من خلال تابعينك مشان تكوني أنت كمان ضحية وما حدا يشك فيكي لما تموت أدال وفيكي تشتغلي كل شي وتخاططي من بعيد فبتوجب سوزان بالفكرة وبتنادي أتباعها يضبط طول هالوضع بينما بنكتشف إنه أدال ما خبرت أليس عن خطة سوزان بتسميمها بس هو حاسة إنها بتعرف شي ما خبرته فيه والعقد بيسألها وبيقولها بتمنى توثقي فيها بيأعطاهم فجأة أنتوان الأخ اللي جاي بأخبار مستعجلة وبتوتر بيحكي له منه سوزان جهزت خطة كتير شريرة وجاي يخبرهم إياها وهي قتل أدال بالسم عن طريق ماري ورح تخفي حالها عن طريق الإدعاء بالاختطاف ومو بس هيك رح تدعي إنها شافت أدال مع الناس اللي خطفوها لا تلفق التهم لإلها بعد وفاتها وطلبت من أنها تتظاهر بإنها انخطفت معها بعد وقت أصير وتتظاهر بإنها هربت وتطل للأسر وتبكي بتشكي لحتى تلهيهم لا تقدر ماري تحط السم لأدال وتنهي الموضوع وعلى أساس هربوا بعدها المهم إنه أنتوان بيقولهم بإنه سوزان هلأ بلشت بالخطة وعأساس إنها هي مخطوفة وأخوه بيتار معهم كمان فبيتشكروا أنتوان وبيقولوله حيخبروا بالخطة بعدين تتسعى الأدال شو ممكن تعمل لأنه فعلا لو انخطفت سوزان هلأ الكل رح يقتنعنه أدال إلا هايد بالموضوع فبيحكي تزوه خلص خلينا نعمل أحسن شي هيك رح أقتلها وهي مخطوفة وأنشر إن الخاطفين قتلوها ونخلص منها بس أدال بتقوله ما فيك تعمل هيك شي لأنه هيك الناس حيبكروني أنا قتلتها ويمكن ما حدا يتقبلني فبيحكي لها إليات بس ما بديك تتعرضي للخطر أكتر تخجع الأدال من كلامه وبتقوله خطرات لي فكرة بخصوص السم وبتطلب منه يستعدى يا رئيس الكنيسة وفعلا بيروح الدوق لعنده وبيقوله كيفك باولو جايب لك خبر رح يجيب أتلك وبيخبره إنه بيعرف عن الخطة اللي بينه وبين سوزان وبيورجيه العقد بيتفاجأ وبيخاف وبيسأله إذا سوزان هي اللي خبرته فبيقوله سوزان أكبر عدو لإلي وما بتعرف إنه العقد معي أصلا ولتوضيح اللي عملته خيانة تامة وبتعرف إنه جريمتها وعقوبتها الأتل بس ممكن ما نخبر الملك ونسامحك لو تبعت الخطة وبيعرف إلياس من أنتون إنه ماتياس أندريا بيشتغل مع سوزان كمان لهيك بيقرر إلياس إنه يكشفهم ويمسك دليل وهي كلهم رح يعتبروا خوانة ويتموا حاكمتهم وقتلهم أما عن ماري فبتتجه للأصرية كمان لتخبر أدل بالموضوع لأن أخوتها تحت التهديد وأخيرا أدل تطلب مريتا تحضر السم القاتل وبتحكي إنه هيك صاروا مستعدين للخطة وبتصل ماري وبتخبر أدي لادة بكل شيء وبتسلمها السم اللي أعطتها يا سوزان لأتلها وبتقولها إنه الكمية أقل بكتير من اللي أعطتها إياها فبيعرفوا إنه أنا عم بتخطط تستخدمه كمان بس ما بيعرفوا على مين بكل الأحوال أدال بتخلط السم الحيئي بالوردة وبتطلب من ماري تحطهم بغرفة أنا وسوزان وبتخبرهم ما تقلق على إخبارها لأنه أنتونو بيتر معهم فبتشعر ماري بالسعادة والراحة أدال بتتشكر مالي على صدقها وسؤلها رح أكافئك مكافئة محترمة وأخيرا بيبلش الأكشن بينشروا إشاعات بأنه تم تصميم أدال ولا يكيجى رئيس الكهنة بأسرع وقت لا يعالجها والأمير لا يكتشف الفاعل بس طبعا بالحقيقة أدال لا تسممت ولا أي شيء وقعد بالغرفة عم تاكل كيك ومستمتعة والوحيد اللي متضايق عن جد هو إلياس وبيقول لأدال بدي تسقي فيي عن جد وبيدي عن جد أدواجك فممكن أسمع جوابك فبخجل بتقول لأوكي أنا موافقة ولعنشرح الموقف والخطة اللي تم تنفيذها ببساطة أولا ظاهرت أدال بإنها انصابت بالتسمم وإيجا الكهن وأنقضها بالصلاة بعدين اكتشفوا إنها تسممت بزارة الروها وإيجا بيتر وخبرهم إنه ما بيعرف ما كان سوزن وإنها مختفية وبما إنها اختفت بهيك ظروف كان فيه شك كبير باستدعاء الأمير وبلشت حقيقاته بالموضوع وإعترف بيتر بخطة سوزن قدام الكل بخاف لأنه خاف يكون شريك لإلها وتمت مسامحته وأرسلوا تقارير للملك بكل التفاصيل وراحوا لما كان سوزن على أساس إنهم جايين ينقضوها ولما تشوفهم بتخاف إنه خطتها خربت وبيظاهر الدوق بقرف إنه جاي ينقضها وبيتطمن عليها وطبعا ما بتأثر سوزن بالتمثيل بيسألها مين خطفها وإذا شافت الخاطفين فبتقوله للأسف شفت أديل مع الخاطفين قبل الأسبوع كانوا مع بعض طبعا إلياس بيكون رحيف إذا أعطابه يقتلها بأرضها وبيشعر الأمير عليه لعيك بيدخل بسرعة وبيقوله خلينا نرجع القديسة للقصر ونتناقش هناك ونسمع الطرفين بوقتها تنتبه سوزن على نظرات أنا للدوق وبتعترف أنها وقع بحبه وبتشعر بالخيانة وبتتساءل إذا أنا بتخاطر تقتلها لإلها كمان وليك بتقرر توقع أنا أول ما بيوصلوا بتعتذر منهم وبتخبرهم أنها رح تروح تبادل فستانها وترجع وبتاخد أنا معها وبتقولها تروح ترجع تجرب تحط السم لأدال هلأ وبها اللحظة لأنه ما رح يشقوا فيها هلأ وأنا طايرة من الفرح لأنه هيك رح تتقرب من الدوق أكتر بس المفاجأة إنه لما تكون أنا بغرفة أدال بيفضوا عليها أدال والكل ويشوفوها وبتسرخ أدال عليها وبتسألها شو عم بتحاول تعمل وإنهم مسكوها بالجرم المشهود لكن وقاحت أنا تعدت لحدود لأنها بتقول إنها كانت عم تستناها بطلب من سوزان مؤكتر وبتطلب يحضر الدوق لما بيقرروا يفتشوها طبعا ملاحظة على الهامش أدال كتير مستفزة منها لأنها حاسنة بتحب ألياس أنا بتحكي إنه سوزان هي اللي طلبت منها تعمل كل شي بس سوزان تنكر أكيد وبتحكي إنه فقدت مخها من شدة حبها للدوق وبتعتزر حتى من أدال وبتحكي إنها عرضت حياتهم للخطر وبتفهم أنا إنه سوزان عرفت بمساعرها تجاه الدوق وبديها تتخلص منها وبيقرر الأمير يحبسها اليوم وبكرة يتم إرسالها لزنزانة وبيطلب من الحراس يفتشو الأسر بأكمله لا الحصول على الأدلة بتصرخ أنا وبتنادي عدو وبتقوله خبرهم إنك بتحبني أنت بسمتلي اليوم فبينشل إلياس من غبائها وبتعصب أزيل منه وبتغار عليه وبيحكي الأمير لسوزان طبعا زده إنه ما إلك أي ذنب اللي يصار فبتتدخر أداله وبتقوله أكيد سوزان تعباني اليوم وخلينا نأجل تحقيقات لبكرة وبيحطولها غرفة بالأطر الرئيسي لا تنام فيها بيهم أنه في تحقيقات بالأطر الجانبي تنزاج أدال لأنه يمكن كل خطتهم تخرب هلأ بسبب الغبية أنا اللي طلعت مجنونة متوهمة بحب ألياس إلها وبتطلع على ألياس هديك النظرة وبتقوله عن جد شو عامل معها لا تحبك هالأد فبيخافوا بقولها عملت مثل ما قلتلي بالضبط وبيضحكي الأمير عليهم وبيقولها عن جد كان اليوم كتير لطيف بزيادة معها أما ماتياز فبتوصلوا كل المعلومات اللي صارت مع سوزان والخادمة وبيعصب كتير لأنه يمكن يورطوا بهيك شي لو نمسكوا ولهيك بيطلب من الجاسوس اللي بين الفرسان بالأسر يقترب بين سوزان لا يعرف شو ممكن يتصرف هلأ باليوم التالي بيروح الأمير ألياس لعند سوزان وبيخبروها أنهم لقوا سموا زهرة بغرفتها كمان وبالتالي أكيد هي متورطة مع أنا وبتحاول سوزان تنكر لكنها بتاخد إشارة من تابع ماتياز بأنها تقبل الاتهام وتروح معه للأصر الأساسي وهم رح يحلوا الموضوع باتل أنا وإخوانها ولهيك بتقبل سوزان وبتقول للأمير في حال كان اتهامك باطل رح تدفع الثمن وللأسف التحقيقات مع أنا بتجيب العيد فيهم لأبعد حد لأنها بالأول بتحكي سوزان هي اللي خلتني أعمل هيك بس لما ما يوصل الدوق ويدافع عنها بتغير أقوالها وبتحكي الدوق هو اللي طلب مني أأذن خطيطه وأخطف سوزان لأنه بده يتزوجني بس خدعني وكذب علي طبعا الشرطة بتتفاجأ من كلامها وبيحث المحقق إنه أنا غير مستقرة عقليا وبيقرر ينهي التحقيق بس ما تنسوا أتبعه بيعصبه وبيحكوله بالك عن جد اللي ينسوا اللي طلب منها تقتل أدال ولهيك بيطلبه منه كامير تحقيق معها بس أنا تنجن بزيادة وبينهوا تحقيقات لأنه ما في أي أمل من غباءها وبيكون ماتياس عم يستنى الوقت المناسب لحتى يقتله وينهيها وللأذف الشديد لما بيكونوا أدال و ألياس قاعدين مع بعض وتطلب منه يعترف لها بمزارة الحقيقية بيجي نويل بمصيبة جديدة بيتال و أندوان تم قتلهم بالصم بينصدموا الاثنين من هالخبر وبيعرفوا أنه سوزان أكيد ورا الموضوع وبتخاف أدال على ماري ولهيكي بترسل نويل بسرعة على بيتها لا يجيبها عندهم ويحموها قبل ما سوزان تقتلها يو إخوانها بيحضر الضوق بعدها لتحقيقات وبيحاول ماتياس كل الوقت يلمح أنه الضوق هو اللي ورا كل اللي صار ويخلي الكل يشك فيه وبيطلب منه الحقيق بنفسه مع الخادمة لأنه بده يقتلها بعدها لا يأكد ويتهم إلياس بكل شي وينقد سوزان وهيكي بيضرب عصفورين بحجار بس إلياس موخبي ووقف له بالمرصاد وفجأة بيصدب الجميع لما بيجيبوا ماري للشهادة وبتخبرهم بكل خطوة سوزان اللي كانت بتعرفها من الأساس وبإخضارها للزهرة المسومة وكل شي تاني ومع أنه ماتياس بينصدم لأنه ما كان يعرف بوجود ماري بيقرر يستمر بالدفاع والتشكيك وبيحكي أنه إلياس جاب خادمة من العالم فجأة بس لا تثبت برأته فبيورجيهم إلياس شهادة طبية كتبت من رئيس الكهنة بنفسه قبل يومين بتخبر ماري فيها عن كل شي ما توقيعه وهذه إثبات كافي وبوقتها ماتياس بيشعر أنه انحشر فعلا وبيقرر يخضع وبيحكي أنه تفاجأ من تصرفات القديسة وبيوافق على عقابها لحد ما توقع فيه وبيطلب إلياس إعدامها لكن واحد من النبلاء بيرفض وبيحكي أنها قديسة ولو أتلوها ما رح يعجب العامة هالشي فبيطلب إلياس إجاردها من ألقابها والأموال ويرموها بالشارع وبيقبل الكل بهالشي بس بعده بيروح ماتياس بسرعة لعندها النبيل وبيسأله ليش رفض إعدامها فبيقوله اكتشف لحالك وبنعرف أنه إلياس أصلا هو نفسه طلب منها النبيل يعارض حكم إعدامها مشان يوقعوا ماتياس ويقدروا يستخدمه ويخلوه يتصرف بعجرفة وبيتمنى يبتلع الطعم وهيك بيتم التخلص من سوزان وتجريدها من لقبها وبتتفاجع بأنه أنا تم تبديلها من السجن قبل إعدامها وبدلوها بنت ثاني وقتلوها وبأنه ماتياس خضرت له أرعب فكرة على الأرض وهي أنه يستخدم سوزان لأتل الدوق من خلال السوم اللي ما حيظهر له أي عراض غير بعد ثلاث أيام وبعدها حيقتل سوزان من خلال أنا المجنونة ويقتل أنا في النهاية يعني خطة مثالية تماما بس اللي ما بيعرفه ماتياس إنه وقع بالفخ لأنهم بيعرفوا عن تبديل الخادمة ورح يستنوا حركته الجاي وفعلا ما بيتأخر لأنه بعد دقائق توصل رسالة من سوزان لإلياس تطلب منه تقابله لتخبره أكتر عن حقيقة عملية تصميم أدال وبيطلب من رئيس الكهنة ولوكاس يجوا معه كمان لحتى ما تكذب سوزان بأي شيء عليه وبيتجه للمريضة اللي بتكون عم بتحضر له السوم وفعلا بيوصل إلياس والبقية لعند سوزان وبديتفاجأ كتير لما تشوفهم معه بتتوتر وبتحضر الشاي وبتحط السوم فيه بس من أسئلة إلياس الكتير بتتلبك وبتوقع الشاي وبيكتشفوا محاولة تصميمها بتهرب بسرعة لتنقط حالها بس معارفة إنه أنا عم تستنعها بسكين مسموم وأول ما تشوفها بتقتلها بس الحية سوزان ما بتموت بياخدوها بسرعة لعجوها من السوم والطعن بمساعدة الكهن وفجأة بيوصلهم خبر موت الخاتم كمان على أساس إنه انتحار بس الأدلة بتشير إنها مقتولة بيبتسم إلياس وبيرسل للحراس لا يعتقلوا ماتياس على أمل إنه سوزان تضحى وتعترف بالحقيقة في سوزان بحالة صدمة إنها عايشة وبيخبروها إلياس و لوكاس كل شي صار وبيحكوا لها إنه ماتياس وقاها بفخ كبير و لو اعترفت بالحقيقة ما رح يعدموها و ما بيبقى لها أي حجة ممكن تحكيها لأنه أصلا السم هو السم نفسه اللي استخدمته الأدال ولهيك الأدلة واضحة و قوية تجاهها لهيك بتقرر سوزان تسلم ماتياس اللي بيكون متوهم إنه إلياس هلا مات بهالوقت و مستعد لعصره الذهبي وبهاللحظة بيفوتوا عليه الحرس الملكي و بيعتقلوه وهيك بينتهي ماتياس و مخططاته الغبية بشار أعماله و نفس الشي سوزان أما بالنسبة لأدال فبتنزعج كتير وبتحاس إنه طالما إلياس لا هلا مش متأكد من حبه لألها راح يتلاقنه أكبر دارس لايك بتغادر من بيته و بيبلش هو يدور عليها مثل المجنون و لما بيلاقيها بتكون مع أخوها إدموند و لأنه إلياس و إدموند ما عمرهم التو أبدا ولا مرة أبل هلا بتقرر تخليه ينجن وبتمسك إيد إدموند و بتقول لألياس هاد الشخص بيحبني عن جد من قلبه بينتضم إلياس و بيحتار إذا أدال لح أتتحب حدا تاني بتبتسم أدال و بتقوله على فكرة هاد أخوي نروح للقصر لن يتناقص بالأمور الجادة و لما بيعدوا سوا بتقوله إنها بطلة تعرف إذا هو بده يتزوجها عن جد أو لا بعد ما اختفت سوزان و يمكن بده يتزوجها بس لحد ما يحسسها بالحزن و خالص إنه سبب لها صدمة بمشاعره و بروضه و إنها يمكن تلغي السبب بينتضم إلياس و بيقولها معك حق تحس لي بهك أحزيس بس أنا عن جد بحبك و اكتشفت الشي من فترة و كنت رح أعترف لك بكل شي بس المصايب نزلت علي ورا بعض و لهيك أسجلت الاعتراف للوقت اللي أتأكد فيه إنه ما في شي رح يلاحقنا تبتسم أدال و بتقوله يمكن تأخر الوقت و بتحكي إنه ما حتسمح له يكسبها بها سهولة و بترجع تصير و بتقوله إنه الكل رح يحكي عنها أشياء سيئة لأنها بنت من طبقة متوسطة قدرت تزوج شخص بها الغينة هاد و بتقوله شو ما حكيت ما رح أقتنع حاليا لايك بدي منك تقدم لي عرض كبير كتير لذقناني قدام الكل إنه عن جد بتحبني و بالدكياني بيتحطم ألياس و بيحتار شو ممكن يعمل لها بس بيلاقي تشجيع من الخدم و بيجهز ألياس عرض كتير كبير لأدال من كتير أشياء مجوارات بإسمها و عرض أوبرا و بيجي لعندها بإحدى الأمسيات ليطلب منها ينسقوا مع بعض ملابسهم لحفل الضفاف لاريسا من لوكاس و بيخبرها إنه سوزان اختفت تماما تشهر أدال شوي بالحزن وبتتمنى لو ما كانت سوزان بهالشكل السيء يمكن بوقتها كان فيهم يكونوا أصدقاء مع بعض طالما أنه تنته من نفس العالم وبتخبر ألياس بأنها مستقى شوي فبيحكي لأنه هي البنت الوحيدة اللي بقلبه و ما تفكر بأي حدا تاني و أنه تصرفاتها معه خلته يحبها ألف مرة أكتر و بيطلب منها تتزوجه لأنه بده يعتيني فيها للأبد فبتقول له أنا موافقة و بيروحوا سوى لزفاف لاريسا و لوكاس و بيتقربوا إلياس و أكتر من أي وقت سابق و هم عم يرقصوا و يحكوا الكل بيحس بجماله بلطافتهم سوا و بيقولها بغار عليك كتير فبليز لا تبتسمي لحد تاني و بتحكي له أنت اللي بغمزة بتوقع خمسة فلازم ما تعبر أي حدا غيري و بيشعر لوكاس بالغيرة لأنهم سرقوا منهم الأضواء بحفلتهم بالمميزة يتزوجوا أدالو إلياس و الكل بيستمتع بحفل زفافهم و بيكونوا لطيفين كتير و بيعدها إلياس كل يوم يقولها بيحبها أما بالنسبة للأمير فبنكتشف أنه عنجات معجبة بيوليا و بيعترفلها بمشاعره بعد ما يشجعوا إلياس وبتقبل تكون حبيبته وبتمضي لسنين و أخيرا أدالو إلياس بيجيبوا ولده بنت حلوين والأمير يوليا بيتزوجوا و بيجيبوا كمان بنوته و بيصيروا كلهم رفقات كتير و بيشعروا بالسعادة الكبيرة وبتحس أدالي في حياتها فجأة بلحظة خلصت و فجأة رجعت حياتها بلشت من أول وجديد وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حكاية أدال لو عجبتكم المانغا و بدكم نكتب منغار تانية و اكتبوا لنا تعليقات بنشوفكم ملخص جديد و لوقتها سايونرا